اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمداً صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني المشاهدين ما زلنا في أيام العيد وهي أيام فرح وسرور يفرح فيها المسلم بفضل الله ورحمته بأن وفقه الله تعالى لطاعته وحسن عبادته فيستقيم على الطاعات ويثبت عليها حتى الممات فينال البشرى بالجنة قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ قد كنا في شهر رمضان شهر العبادة والنفوس طمعت في رحمة الله فبادرت إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه بأنواع العبادات من الفرائض والنوافل العباد كانوا في صيام وقراء القرآن وصلاة وصدقات وعمرة ودعاء فإذا انتهى رمضان ليس معناها التوقف عن العبادة بل رمضان فرصة لمراجعة النفس المقصرة في عبادة ربها لتذوق حلاوة العبادة وحلاوة مناجات الله سبحانه وتعالى علينا أن نداوم على هذه العبادات لا أن نتركها بعد رمضان فالله عز وجل في رمضان هو الله المعبود في بقية الشهور والأعوام والله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم لأجل حكمة عظيمة وهي أن يعبدوه وحده دون سواه قال سبحانه وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وأرسل رسوله جميعاً آميرين أقوامهم بالعبادة قال عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الصراط المستقيم الذي نرجوه ونطلبه في كل يوم أكثر من سبع عشرة مرة في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم يقول الله إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط المستقيم العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له وهي حق له على عباده قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً هذا الحق لازم لا ينفك العبد عنه ما دام في دار التكليف ليس للعبادة أجل تنقض عنده ما دام العقل موجود إلا عند الموت ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة قال وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ واليقين هي الموت فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل في عبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وقد دلت الآية على أن العبودية لا ترتفع عن أحد من المكلفين بحال من الأحوال مع القدرة والاستطاعة إلا بالموت فاليقين هنا بمعنى الموت كما قال تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين والعبودية إخواني المشاهدين شرف للمخلوق وسبب لسعادته في الدارين ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد وصف محمداً صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر بالعبودية في أشرف الأحوال والمقامات وصفه بالعبودية في مقام إنزال القرآن الكريم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصفه بالعبودية في مقام تبليغ الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ وصفه بالعبودية في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وكان صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبداً شكوراً من أراد السعادة في الدارين عليه بالعبادة فوالله ما كانت السعادة في مال ولا ولد وإنما في اللجوء إلى الخالق إلى رب الناس وإلى رازقهم ماذا يريد العبد في الدنيا؟ حياة طيبة عيشة هنية ليس له إلا العبادة لن تقر العين ولن يهدأ القلب ولن تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق تدبروا معي هذه الآيات يقول الله عز وجل إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله فالناس اختلفون في طيب الحياة على حسب اختلاف درجاتهم في العبودية والحياة الطيبة هي حياة القلب ونعيمة وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى وبمحبته والإناب إليه لا حياة أطيب من حياة صاحبها متعلق بالله سبحانه وتعالى هذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ما عند الله من الأجر والثواب خير مما في الدنيا وإن كثر يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا ومن أنعمهم بالا وأشرحهم صدرا تأملوا حال أكمل ومن خلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما لقى من أنواع البلاء والفتن لكنه كان من شرح الصدر مسرور القلب يتقلب في أنواع من العبودية لله تعالى إذن إخوان المشاهدين العبودية ليس فيها تكليف بما لا يستطيعه الإنسان بل فيها لذة وراحة وطمأنينة وسكينة لكن الشيطان يجعلها ثقيلة على النفس وذلك لأن الجنة حفت بالمكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على هذه الطاعات لينال رضا الله سبحانه وتعالى وينال الدرجات العلا عند الله عز وجل وإذا تأملنا في هذه العبادات لو وجدناها يسيرة لكن الشيطان النفس الأمار بالسوء تجعل الشيء اليسير كالجبل تأملوا حال الصوم مع ما فيه من خير لكن كم من الناس الذين أفطروا متعمدين صلاة الفجر كم من الناس تركوه وما يصلون صلاة الضحى كم من شخص في البيت جالس ويستطيع أن يصلي لكن لا يصلي ولا يكسب هذا الأجر أخواني المشاهدين للحديث بقية فابقوا معنا مرحبا بكم على صلاتهم دائمون فالمداوم على العمل الصالح مما يحبه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان صلى الله عليه وسلم يحب المداومة على الطاعات تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا خيرا من الأقوال أو الأفعال لم يدعوه فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته التكبير والتسبيح والتحميد فقال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء المؤمنات يلتزمن العمل الصالح من غير فتور أو قصور عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار قالت فما تركتهن منذ سمعتهن وكان بلال بن رباح رضي الله عنه يواضب على صلاة ركعتين بعد كل وضوء فكان ذلك من أسباب سبقه في الجنة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعلك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن نصلي ومن أهم النوافل التي اعتدنا عليها في رمضان صلاة التراويح والقيام فلنحرص عليها فإن قيام الليل سنة مؤكدة في سائر العام فعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومن أبرز مكاسب رمضان الإقبال على قراءة القرآن فهنيئا لمن جعذ القرآن أنيسه في سائر الأيام والأزمان فيرتقي به في درجات الجنة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاذ لصاحب القرآن اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يندب للمسلم الحرص على صيام النفل بعد رمضان اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سن صلى الله عليه وسلم صيام الأثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر عن أبي ذر قال قال قاذ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة وكان صلى الله عليه وسلم يحث على صيام ستة أيام بعد رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فمن صام رمضان كاملا ولم يكن عليه منه قضاء لعذر ثم صام بعده من أيام شوال في غير يوم العيد ستة أيام كان كمن صام السنة كلها فمن كان عليه قضاء أيام أفطرها من رمضان لعذر فليبادر إلى صيامها الفرض أولى بالتقديم ثم يتبعها بصيام ستة أيام أو بستة من شوال ليحقق له بذلك إكمال الصيام المفروض ويتم له إدراك فضل الست من شوال بعد ذلك وشوال كله محل لصيام الست إلا يوم العيد للنهي عن صيامه ويجوز صيامها متتابعة يوم ورى يوم أو متفرقة على حسب استطاعة الإنسان يعني بعض الناس قد يعملون في أماكن بعيدة فليستطيع أن يصوم إلا الجمعة والسبت فليصوم ولصيام هذه الست فضل عظيم فمن صام هذه الست كمن صام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيام السنة جاء ذلك صريحا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة وهذا إخوان المشاهدين من الأعمال القليلة ذات الأجر الكبير التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة دون سائر الأمم أخوان المشاهدين من أعظم الوصايا أن يحرص العبد بعد رمضان عدل استقامة على الطاعة وأن يتذكر أن رب رمضان ورب شوال ورب شوال ورب الشهور كلها وأنك أنت أيها العبد مطلوب منك أن تعبد ربك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا نغتر بالعمل يقول الحمد لله أنا مصلي وأنا صائم لعل الله لم يقبل منك فلا بد أن يكون هذا الخوف في القلب عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله ليش يخافون أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم يقول علي بن أبي طالب كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين وعن فضال بن عبيد قال لو أني أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين فالعبد الذي يسر الله له بلوغ هذا الشهر وأعانه فيه على الصيام والقيام والطاعة لله سبحانه وتعالى يجعل هذا بوابة للإقبال على الله وعلى طاعته بعد رمضان أما أن ينقطع عن الطاعة ويتخلى عن العبادة بعد رمضان هذه مصيبة وبلية وقد ذكر لبعض السلف أن أقواما يشتهدون في العبادة في رمضان ثم إذا انقضى رمضان فرطوا وأهملوا وقصروا فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان أخواني المشاهدين لأجل أن نقبل على الأعمال علينا أن ننظر في عاقبة هذه الأعمال وفي الأجور المترتبة عليها إذا قرأت القرآن انظر في ما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة أعددت لعبادي الصالحين يقول الله في حين القدس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تأمن في وصف الجنة هذا يعينك على قراءة القرآن بتدبر تأمل فيما أعده الله عز وجل للناكبين عن صراط العبادة والمخالفين من العقوبة وقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لك فضائل الأعمال وحاسب نفسك لا بد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نعرض على الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل وعلموا أن الإنسان في قبره أي إنسان لو خير لو طلب منه الرجوع إلى الدنيا وأن يختار ماذا يريد لم اختار إلا العمل الصالح لأنه رأى ما سيقبل عليه رأيه ونحن الآن في الدنيا وفي ساعة من أمرنا فعلينا أن نجتهد وأن نستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلى رقاء آخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة